السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى معينا وصفة جديدة يلا اللي ما عملش لايك يعمل لايك واللي ما اشتركش ينزل يشترك ويفعل الجرس هنعمل مع بعض الجلاج معينا لفة جلاج ومعينا كمان بصر المكرمل هسيب لكم وصفته فوق ومعينا تمطم متقطع فلف الرومي متقطع بسترمة جبنا رومي زتون معينا كمان معلقتين سلسة ومعينا فلفل حامي حسب الرغبة معنا بيد كبية لبن والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وشوية زعتر صغيرين يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه دي بتبقى عبارة عن فطاير يعني بالجلاج شبه الفطير الشرقي بالزبط يلا بينا بقى هنجيب طبق كبير ونحط فيه كل ما قادرنا على بعضها هنحط بقى الزتون وهنحط الطماطم والفلفل والباسترمة والجبنا الرومي اي اضافات بقى عايزين نحطها هنا براحتنا خالص عندنا شوية فراخ عندنا شوية لحمة مفرومة عندنا شوية جبن اي حشوة ممكن تتحط والبصل المكرمل ده طبعا تحفة وصفته عملناها في فيديوهات اللي فاتت هنرجع ونشوفها للي ما يعرفهاش هنحط كل ما قادرنا على بعض ونقلبها كويس وهنا بقى هنحط المكون الاساسي في ربط اي مكونات هنحطها هي البيض البيض هنا مكون ربط لكل المكونات اللي عندنا تمام كده هنحط بقى اتنين تلاتة اربعة حسب الكمية المكونات اللي احنا عملناها وهنحط طبعا بيد يعني هنحط فلفل اسود وشوية ملح صغيرين جدا جدا علشان خاطر عندنا جبن رومي وعندنا كمان البصل في الملح بتاع والفلفل وجاهز ومفوش اي حاجة هنحط بقى شوية فلفل اسود طبعا عشان البيض وهنحط شوية الزعتر والملح شوية صغيرين قوي قوي هنحطهم وطبعا السلسل والسلسل اللي مش عايزة مش مشكلة بس هي بتدي طعم حلو قوي 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 في الوصفة معنا البصل وهحط لكم البصل المكرمل الوصفة بتاعته هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة من فوق وهنقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه وزي ما قلنا عايزين نحط فراخ متقطعة لحمة معصجة اي حاجة براحتنا المكونات دي بتاعتنا يلا بقى نجهز هنحط بقى شوية عشان هحط هنا الفلفل الحامي تمام كده هنقسمناهم بس عشان الفلفل الحامي وهنقلب ونبتدي على طول نشوف احنا هنعمل ايه وزي ما اتفقنا المكونات دي بتاعتكو يعني اي مكونات عايزين تحطوها حلوة جدا جدا يلا بقى نجيب الجلاج بتاعنا ونبدأ نعمله ومعنا طبعا لفت الجلاج بتاعتنا هنفتحها ووريكو بقى هنبدأها ازاي نقول بسم الله الرحمن الرحيم واللي ما اعملش اللايك ينزل يعمل اللايك دلوقتي حالا وطبعا لفت الجلاج بتاعتنا نفضل لفنها على طول علشان خاطر الجلاج من الحاجات اللي بتنشف بسرعة جدا ومعنا هنا شوية سامنا على زيت وليه سامنا على زيت علشان يدينا سهولة في الاستخدام عايزين سامنا بس ماشي عايزين زيت بس تمام هناخد باقي ورقتين نحطوهم بالطريقة دي وهناخد ورقتين تانيين نحطوهم بطريقة تانية بس طبعا لازم ندهن كل ورقتين بالسامنا مع الزيت بفرشة بمعلقة بادينا براحتنا خالص وهندهن وناخد باقي ورقتين نحطوهم كده وبعد ما خدنا الورقتين هناخد ورقتين تانيين وندهنهم ونحطوهم برضو بنفس الطريقة علشان خاطر ندهنهم كويس جدا جدا ونحط عليهم الحشوة بتاعتنا ووريكو هنلفها ازاي اهم حاجة بقى في الجلاج بتاعنا او الفطاير بتاعتنا ان احنا ندهنها كويس جدا جدا بستو بقى كده احنا حطنوها ازاي لازم يبقى فيه طرفين بينين كده تمام والدهن مهم جدا لان هو اللي بيقفل لنا كل حاجة على بعضها وبيطلع لنا الفطاير بتاعتنا مورقة كده وجميلة وبعد عن بعضها كده هنحط بقى الحشو بتاعنا واتفقنا الحشو دوت اختياري تحطو فيه اللي انتو عايزينه تمام هنحط بقى كمية الحشو اللي احنا عايزينها تكون متوسطة ولا كتير قوي ولا قليل قوي الوسط معقول هنحط بقى كده تعالوا بقى بينا او ووريكو هنقفلها ازاي هنقفلها زي ما يكون بنقفل سندويتش بالزبط بصوا احنا بنقفلها كده وكل قفلة بندهن الدهن ده مهم جدا لان هو كده بيخللنا الورق يقفل على بعضه بصوا بقى بقى شكلها عامل ازاي بقت فطيرة بكل سهولة ما اتعبناش ما عملناش اي حاجة او كده واهم حاجة زي ما اتفقنا ان احنا ندهن بس مهمة جدا جدا مرحلة الدهن دي يلا بقى نعمل واحدة تانية علشان اوريكو كمان هنسويها ازاي اهم حاجة ان احنا نزبط الورق زبطنا ورق الجلاج بتاعنا خلاص الدنيا تزبطت معنا لازم يبقى فيه طرف من الناحية دي وطرف من الناحية دي والنص يبقى الاربع ورقات على بعض علشان خاطر يبقى فيه قعدة المكونات محطوطة عليها ما تبللناش الورق ويبوز ويبوز معنا الدنيا كلها تمام كده اهو لازم الاربع ورقات في النص يكونوا على بعض والطرف من هنا وطرف من هنا واهم حاجة زي ما اتفقنا ان احنا ندهن الورق كويس جدا جدا وهنحط بقى المكونات بتاعتنا وقلنا نحط المكونات متوسطة انا عدتلكو تاني علشان خاطر بس في الاعادة افادة فهنحط بقى شوية المكونات بتاعتنا وطبعا بعد ما حطينا الحشو بتاعنا يلا بقى خاطر اه نقفلها كويس زي ما قفلناها المرة اللي فاتت وانا ليه بعيد تاني زي ما قلت علشان بس ناخد بالنا من الخطوات ونعملها واحدة واحدة تمام اهو كده بنقفل وتاني بندهن ونرجع نقفلها نعملها هي كده خلاص بصوا فطيرة يعني هي كده واللي عايز يحط كمان من فوقيها بعد ما تستوي شوية جبن كده زي الفطيرة اللي برا او البيتزا تمام جدا هتبقى كمان تحفة هي ممكن الشغل بيها في اي حاجة وهنا خلاص عملنا الفطيرة بتاعتنا تعالوا بقى اوريكم اول طريقة للسوى للفطير على البتجاز هنسخن بقى جريل طاصة اي حاجة وهندهنها الزيت مع السمنة كويس جدا وهنحطها على النار بس اهم حاجة الطاصة او الجريل تبقى سخنة جدا جدا بصوا حتى في دخان طالع ازاي وهنحطها ونسيبها لحد ما تستوي كويس هي بس الحاجة الوحيدة اللي محتاجين انها تستوي هنا البيت والجبنة تسيح لان كل حاجة جوه اصلا مستوية البصل مقرم المستوي الطماطم والفلفل والحاجات دي ما بتاخدش سوا يبقى احنا محتاجين الجبنة تسيح والبيت كمان يستوي هنا بقى هنعمل ايه هنحط كباية اللبن بتاعتنا وعليها البيضة وعليها سنة فلفل صغيرة وسنة ملح وهنقلبهم كويس جدا جدا وهنرشهم بالمعلقة على الفطير بتاعنا ليه بقى؟ لان الجلاش طبعا بيبقى ناشف محتاج حاجة تطري فاحنا هنسقي السقي بتاع اللبن والبيت ده هيعمل لنا طعم تحفة هيودي الفطير اصلا في حتة تانية خالص فهنقلب واول بقى ما نقلبها هنحط عليها البيت باللبن بصوا بقى بقت عاملة ازاي حلوة جدا جدا تحفة بالمعلقة بقى كده وهنروح رشين عليها الخليط بتاعنا اللي هو اللبن بالبيت بسنة الفلفل الاسود وشوية الملح وهنرش عليها كده اهو بمعلقة الخطوة دي مهمة جدا جدا بتودلنا الفطير بتاعتنا دي في حتة تانية خالص حلوة جدا وزي ما وزي ما اتفقنا لو حد عايز يحط كمان عليها من الوش كده بعد خطوة اللبن والبيت دي شوية جبن بتبقى خطيرة جدا احنا هنا قلبنا وبنحط على الوش التاني برضو من نفس الخليط اللبن والبيت وسنة الفلفل وسنة الملح والخطوة دي اساسية دي ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها دي بتطرلنا جدا الفطير بتاعتنا وهنا كمان هنحط الصينية وهنحطهم في الفرن يعني احنا حطينا جزء على البتجاز وجزء كمان في الفرن وهنا خلاص الفطير بتاعتنا طلعت وجهزت ومحتاجة بس تتداكل وبصوا بقى من جوة مورقة ازاي وجبنا سايحة ومستوية ويسخنة جدا وبالهنا والشفة يارب بتجربوها وتعجبكم وما تنسوناش في اللايك واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كانت حكايات واكلات